عبر عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي سامر الحوراني عن استغرابه من قرار الاتحاد العربي لكرة القدم بنقل نهاء بطولة الأندية من ملعب برج العرب في القاهرة إلى الإسكندرية والتي ستقام الأحد المقبل بين الفيصلي والترجي التونسي وأكد الحوراني أن القرار مستغرب وأنه جاء لعدم تأهل الأهل المصري إلى المباراة النهائية مشيرا إلى أن تلك القرارات التي يتخذها الاتحاد العربي يتحفظ عليها الفيصلي بدءا من تعديل نظام البطولة بما يخص قرعة الدور نصف النهائي مرورا إلى نقل ملعب المباراة النهائية ومن جهة أخرى أكد الحوراني على أن الفيصلي يتمتع بجهزية عالية وكبيرة للمباراة النهائية ونبقى في بطولة الأندية العربية حيث تأهل فريق الترجي التونسي لملاقات الفيصلي في نهاء البطولة بعد تغلبه على فريق الفتح الرباطي المغربي بهدفين لواحد في المباراة التي جرت أمس ضمن الدور نصف النهائي وافتتح حمزة سمومي أهدف المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين قبل أن يعدل الفتح الرباطي النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ليعود الترجي ويضيف الهدف الثاني عبر طاها ياسين من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والتسعين منحة الفريق الفوز والتأهل لنهاء البطولة اختتمت بطولة المملكة الفردية المفتوحة للفئة العمرية بالشطرنج وذلك بإقامة الجولة التاسعة في مقر الاتحاد وكشفت الجولة الأخيرة عن باقي أبطال الفئة العمرية حيث أحرز عبدالله بن ياسين لقب فئة عشر سنوات برصيد ثماني نقاط ونصف بفارق نصف نقطة عن وصيفه عبد الرحمن الحديدي واجاء محمد الحديدي بالمركز الثالث برصيد سبع نقاط ونصف وفاز عز الدين المعاقبة بلقب فئة اثنى عشر عاما برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن عمر مجدلاوي بينما حل بهاء معاقل ثالثا برصيد خمس نقاط ونصف قدم باريس سان جيرمن الفرنسي اليوم لعبه الجديد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من برشلون الإسباني بعد حصول الأخير على الشرط الجزائي في عقد نيمار والبلغ مائتين واثنين وعشرين مليون يورو ووقع اللعب البرازيلي على عقد يمتد لخمس سنوات مع الفريق الباريسي ليصبح اللعب في حل من أي ارتباط مع النادي الكتالوني وعبر نيمار خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي الذي يعتبره بيته مشيرا إلى أنه قادم من أجل تحديات جديدة في مشواره الكروي ومؤكدا على جهزيته للعب ومتطلعا لارتداء قميص الفريق في أسرع وقت ممكن جدد ميلا فوزه على كريوفا الروماني بهدفين دون مقابل على ملعب سان سيرو في إياب تصفيات التأهل لدور المجموعات بالدور الأوروبي بعد أن كان قد انتصر ذهابا بهدف لمثله في رومانيا وسجل ميلا هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق لاعب خط الوسط جيا كومو بونافنتورا قبل أن يعزز زميله باتريك كوتروني النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة الحادية والخمسين معلنا بلوغ ميلا الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدور الأوروبي